ننتقل دلوقتي لنقطة تانية وهي نقطة التسويق ومنها هنرجع طبعا للسبيل انه هو جزء من اجزاء التسويق للذات التسويق يمكن لو بصين على اي حاجة حوالينا دلوقتي هنكتشف ان التسويق من الحاجات اللي ممشيها الدنيا كلها دلوقتي واللي بيقولك انا بدرس تسويق احنا عادي يعني لا اي جماعة هو دراسة وهو حجم هنما جدا ومن اهم الحاجات هو التسويق للنفس او التسويق للذات ويمكن كتير من انا بيعمل لها من غير ما يقصد يعني انت لما بتلبس حلو مهندم في المراية الصبح انت بتسوق لصورتك بقول للناس ان انا قد ايه شخصية شيك بعرف حط الالوان على بعضها وبنزل نظيف من بيتي صح كده؟ صحيح يا فكرة التسويق هنا للشخص بالنسبة لسوق العمل مرتبطة بحاجات مهمة لازم ان تيجي عند الشاب الاول او هو يعرف فى الاول لازم ان يعرف ايه هي مهاراته كويس قوي ويحددها لازم ان يعرف قدراته اللي هو يقدر يقدمها لصاحب العمل عشان يبقى رقم واحد فى اي مقابلة او فى اختيار العمل بعد كده او يعني كل الامور دي كلها ماشية بالتوازن مع وعدها ايه اولوياتي فى اختيار العمل انا ممكن اقبل بوظيفة مؤقتة دلوقتي علشان خاطر حقق الدخل لكن اولوياتي مثلا ممكن ما يكونش العايد المادي فى ناس بتقول لا يعنى بيحجي يحدد اهدافه او اولوياته بقول لا انا عاوز وظيفة بمرتب كذا لا احنا فى شغل فى نادي البحث عن وظيفة اللي بتنفذه وزارة الشباب الرياضة بنعرفه ازاي يرتب اولوياته يعنى بنأول هو بيكتب الاولويات بتاعه وبعد كده بناخد معاه فترة في النشاط الخاص بنادي البحث عن وظيفة ده وبعد كده نقول له رتب اولوياتك تاني بلا اه مختلف ليه بقى لانه هو عارف امكانياته تسوي كم وقدراته تسوي كم على الحقيقة بقى يعني انا مش خريج مثلا تجارة يبقى لازم انا اشتغل بكرة اه مدير بنكة لا اه هو مو بيقولش حرامي عشان هو بيقول انا عاوز اشتغل فى بنكة علشان هقبض اه اه مش عارف اه عشر تلاف جنيه حبيبي عشر تلاف جنيه دي مش دلوقتي يعنى مش فى الاول صحيح هو برضو فكرة التسويق مرتبطة بفكرة موجودة عندنا هي مش موجودة بقى دلوقتي بصراحة يعنى ولو كانت موجودة ايه اللي هي فكرة الواسطة يعنى حسنا كل واحد بقولك ايه انا باعمل علي وبروح اعمل مقابلات اه بس خلينا ان اصرحل عا نفسنا في واسطة كويس مازال في واسطة خلينا نقول في واسطة بس خلي بالك ان انا لو انا شغلي كويس انا شغلي هيبقى اقوى هتعب اكتر كويس هتعب اكتر بس هوصل زي اللي عنده واسطة واحسن الواسطة فين فى القطاع الخاص ولا فى الحكومة فى الاتنين موجودة اه فى كل في الحكومة بقى فيه قانون وبقى فيه ركابة حتى على اللي جايبني واسطة لو انا مقدتش وحضرك طلعت وجهزت نفسك للحلقة بلزبط انت انت تفتح لك الباب لكن انت بعد كده مين اللي هيتمقى؟ بالزبط احنا بنشوف مثلا فى القرى ممكن يبقى ابن فلان لعب كرة يعني بيلعب وبعد كده بفترة خلاص المدرب بيخسر بتدخل جوان دي واحدة لأ يعني مقداش بالشكل المطلوب للمدرب فالمدرب بيغيره يعني مهما يكونوا ابن مين دي واحدة لو جينا فى القطاع الخاص القطاع الخاص ده بزنس انا صاحب رائع السمال الهدف من المشروع بتاع ايه؟ ااخد فلوس اكسب اكسب خلاص انا انت حضرتك يعني خدتيني وسطة عشان اشتغل عندي صاحب القطاع الخاص الشركة او المصنع اللي حضرتك واخداني ليه ما قدتش اعمالي بالشكل المطلوب مع السلام يبقى الوسطة هنا دورها مؤقت بالزبط لكن لو انا عارف امكانياتي كويس او بنيها كويس وقدراتي كويس اوي لا انا هفرض نفسي على صاحب العمل لما يجي تقدم يعني انطلب مني مهام او او اجزاء يعني من الشغل باحترافية لا هيلاقيني موجود او حتى لو انا جاي بالوسطة لا لو انا مش جاي بالوسطة هيقول لي برا انا عاوز اكسب يبقى احنا انا وزميل اللي معهوش واسطة متساوين هو ممكن يعديني فى ايه؟ بامكانياته وقدراته اللي قدر يشتغل عليها من دلوقت وهنا بقى بتجي نظريت بقى ان انت تيقس او ما تيقسش حتة بقى انتسوق تسويق للنفس دي مهمة جدا كنا بنقابل بعض الشباب الاعضاء نادي البحث معنا عامل السيفي بتاعه اسطنبا كده وشايله فى الشنطة ويروح يعدى على نفس الاماكن بنفس السيرة الذاتين لا احنا بنعلمه وكويس جوا نادي البحث عن وظيفة امتى وفين تقول ايه؟ مش كل الاماكن محتاجة نفس المهارات مش كل الاماكن محتاجة نفس الامكانيات اللي ممكن تكون عندك لا انا كصاحب عمل عاوز يشوف انا شغال مثلا ايه محاسب هشتغل فى شركة محاسب عاوز يشوف امكانياتك فى الحسابات ايه؟ اه يعني مش عاوز يشوف امكانياتك فى الكمبيوتر ايه؟ والبرامج الحسابية اللى على الكمبيوتر ايه؟ ايول ان انا ما حدش عاد بيشتغل بقى بالورق اه بعد الشباب كان بيكتب السيرة الذاتية بتاعته كلها بالانجليز يعني من باب الرفاهية او كده لا مش رفاهية بقى اللي انا انا فزيع بقى اه انا فزيع طيب اه اعلم ايه اعلم ايه؟ اه مش لازم ممكن اللي يكون بيعمل الانترفيو بيعرف انجليزة او ما بيعرفش احنا فى فى سؤال اعمل او اصحاب الشركات والمصانع درق سمال ممكن حتى لو مؤاهره متوسط او كده هو بقى صاحب مصنع او صاحب شركة عاوز اللغة اللي يفهمها عاوز اللي اقدر ابقى يعني اسواله نفسي ازاي ايه الالفاظ اللي اقدر اقولها ان انا حققت انجزت قمت شاركت مش اكتب كلام مرسل لان هو ده اللي بيخلي صاحب الشغل هو بيقرأ السيرة الذاتية بتاعتي يقول لا انا هعمل مقابلة مع الرجل ده يعني في الغالب بنقدم السيرة الذاتية قبل المقابلة فبيقول لا انا هختار انا اختيار كلمات والالفاظ في ده جزء من التسويق ده جزء من التسويق ترتيب الافكار وانا بكلم في المقابلة جزء من التسويق زي ما حضرتك قلت الشكل والمظهر واللغة وحركات الجاسد وانا بعمل المقابلة جزء من التسويق فدي سلسلة متكاملة وزارة الشاب والرياضة بشاركات مع منظمات المجتمع المدني او جهات منحة دولية شغالة عليها في كذا اطار نادي البحث عن وظيفة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية مشواري مع اليونسير جزء تاني بمصري تعمل بشراكة مع شركة دولية دي الامكانيات الحاجات اللي الوزارة بتقدمها كل يعني الوزارة بتقدم حاجات كتيرة للشباب في الحاجات دي منها ملتقيات التوظيف الوزارة بتصرف عليها مديا كبير وبتنسق مع الشركات كلام سيم وبنعمل دعاية كويسة في المحافظات علشان خاطر ملتقيات التوظيف دي الشاب بيقى جاي نوعين مثلا نفكرها ان هي وظيف حكومة بدأنا نقول لا في الدعاية بتاعتنا دي وظيف في القطاع الخاص انت عايز تشتغل عايزة تشتغل بقى انا والله عايزة اقول لي الشباب كده يعني وأنا واحد منه يعني لو انت موزف دلوقتي يبلغ خمسة شار ستشر سنة في الحكومة في الشباب و الرياضة مثلا او في المحليات تمتاخل كام هي نظري في إن هما يعني اللي بيقال لا انا عايزة استقر انا عايزة انا ما بكلمش حالبنات خالص دلوقتي انا بنت بتشتغل حتى انت حق ذاتها غالبا يعني انا مش متحيزة بالبني الجنسي ولكن البنات الحقيقة يعني بتقدر ان هي توصل بشكل كبير جدا مش عارفة ليه حضرتك لو رجعت رؤية مصر عشرين ثلاثين من ضمن الاهداف الاقتصادية ان المرأة تكون قوة في سوق العمل على فكرة المرأة على فكرة معلشي يا بش احنا ما بيقولي الشراب هنا السيد الرئيس وزير المرأة يعني هو اعلن كده لا الجزء الخاص بالموضوع ده فعلا محتاج مجهود كبير لان انت بتغير في سلوك شاب وفي ثقافة مجتمع محتاجة شغل كبير قوي باحترافية والناس تاخد خطوة الشباب ياخدوا خطوة لو رجعنا الاخر نشرة طلعت من الجهاز المركزي التعبئة والاحصى وخاصة بسوق العمل لا لا انا ما عليش استقف حضرتك عن النقطة دي اللي هي سوق العمل وان تخاوف الشباب من ان هما يشتغلوا فيه وظائف غير حكومية ده بيرجع لان هما بيبقوا عايزين ان هما يعني امن مستقبلي حياته الشخصية بقى دي ما نجدع بيها احنا احنا بني ببصين على العدسة ومبرر كده مرضود عليها برضو لكن في حياته هو هو نفسيا بيبقى عايزة مستقرة ما ينفعش باشغال النهاردة بكرة لقيهم بيمشوني بغض النظر عن ان هو شطر او مش شطر بواسطة او مش بواسطة بس هل في حاجة في قانون العامل او تحفظ له حق او ان هي مش النهاردة تنضوا معي عقدة خلوني مثلا اسيب مثلا وظيفة تانية او تخلوني ان انا اتعلق مثلا برنج معين مديا ده جزء مردود عليه لان بنلاقي في اعضاءنا دي البحث عن وظيفة معانا الشباب المشارك بيتكلم بنفس اللغة اللي حضرك بتتكلم بها كويس او ان حضرك بتنتكلم بنفس الطريقة اللي الشباب بيتكلموا بها عشان الكلام يوصل من هنا للشباب على طول احنا بس عايزين نشوف يعني برضو زي ما حضرتك بتقول ان زي ما فيه دور للوزارة والوزارة بتصرف كتير جدا على هذه الملتقيات علشان تقدر ان هي تأهل الشباب لسوق العمل كمان الجامعات قدرت ان هي فعلا تعمل حاجة زي كده ريادة الاعمال للشباب والجامعات ودور الجامعات في ان هي تنشر هزا الوعي وعي بناء قدراتهم وتأهلهم لسوق العمل ده تقرير هيكون موجود معنا حالا نزل كاميرا برنامج البداية عشان ترصد لنا دور الجامعات في تأهيل الشباب لبناء قدراتهم وتأهلهم لسوق العمل